بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ على بركة الله محاضرتنا في مادة الأدب العربي الحديث في قسمنا قسم الدراسات القرآنية واللغوية المرحلة الرابعة قبل أن أتكلم في مادة الأدب العربي الحديث قبل أن أدخل في صلب هذا الموضوع قبل أن أدخل في الحديث عن المفردات التي أعدت في هذه المادة أحب أن أشير أو أقدم لها بحديث عام يتضمن الأدب العربي بشكل عام الأدب العربي بشكل عام يقسم على عصور خمسة العصر الأول الذي يسمى أو الأدب الأول الذي يسمى أدب مع قبل الإسلام أو الأدب الجاهلي ثم الأدب الإسلامي ثم الأدب الأموي ثم الأدب العباسي طبعا كثير من الباحثين يجعل الأدب الإسلامي هو عصر صدر الإسلام والعصر الأموي تحت عنوان العصر الإسلامي ثم العصر العباسي ثم العصور المتأخرة أو العصور المظلمة ثم العصر الحديث لو سألت سؤالا يعني من نسبة للأدب العربي بين قوسين أدب ما قبل الإسلام متى بدأ نستطيع أن نسأل هكذا سؤال نقول متى بدأ ومتى انتهى أحب أسمع جواب يعني هذا السؤال باعتبار هذه المادة قد مرت عليك نعم بداية والنهاية مع ظهور الإسلام الحقيقة حينما نريد أن نجيب عن هكذا سؤال أول شيء هكذا قضايا من هذا القبيل يعني قديمة نعم قديمة بشكل كبير لا يمكن وخاصة كونها قضية أدبية لا يمكن الإجابة عنها بسهولة فأول شيء أقوله حينما أريد أن أجيب عن هذا السؤال أقول أنه ليس بين أيدينا شيء قطعي فيما يخص بداية الأدب الجاهلي النهاية ليس لدينا فيها مشكلة يعني نهاية الأدب الجاهلي هي مع ظهور الإسلام لكن البداية هناك رأي يعني ينسب إلى الجاهظ وردده يعني أو أشار إليه يعني ورد عند القدماء منهم ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء وابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء هؤلاء أشاروا إلى هذا الرأي الذي ذكره زميلكم فكرة هذا الرأي يقول أنه ما معناه طبعا أنه لم يكن للعرب سابقا لم يكن للعرب إلا الأبيات يقولها الرجل في حاجته البيت أو البيتين يقولهما الرجل في حاجته لاحظ البيت أو البيتين لكن يكمل يقول إنما قصدت القصائد وذكرت الوقاء إنما قصدت القصائد يعني بدأ لدينا أو ظهر لدينا نظام قصيد وذكرت الوقاء فذلك في زمن مهله البن ربيعة في قتل أخيه كليب إلى آخر النص ثم يضيف في موضع آخر أن امرأ القيس هو أيضا كان من الذين لهم دور كبير في تقصيد القصائد إذن إذا أردنا أن نبحث في أولية الشعر العربي متى بدأ الشعر عند العرب هذه القضية ليس هناك فيها يعني لا نستطيع أن نجزم لا نستطيع أن نقطع بها لأن الشعر ولد منذ وقت مبكر عند العرب لكن تقصيد القصائد لاحظ ثم تفرق بين البيت والبيتين يقولهما الرجل في حاجته وبين تقصيد القصائد ورود البيت أو البيتين هذا قديم عند العرب لكن تقصيد القصائد على سبيل المثال نموذج المعلقات الذي وقفتم عنده هذا النموذج متى ظهره هذا الذي يحدد أو هذا الذي شكل ما يسمى بأدب ما قبل الإسلام هذا الذي أشار إليه الجاحظ ومن تبعه وقد حدده بنحو مئة وخمسين أو مئتين عام قبل الإسلام ينتهي العصر الجاهلي أو عصر ما قبل الإسلام بظهور الإسلام يأتينا عصر جديد هو العصر الإسلامي متى ينتهي العصر الإسلامي؟ ينتهي مع سقوط الدولة الأموية سنة مئة واثنان وثلاث هذا العصر تحديدا العصر الإسلامي بعض الباحثين من يقسمه على قسمين يقول منذ بدايته يعني منذ ظهور الإسلام وحتى انتهاء عصر الخلفاء الراشدين متى عصر انتهاء الخلفاء الراشدين؟ سنة أربعين للهجرة يعني تاريخ استشهاد الإمام عليه السلام الإمام علي عليه السلام هذا يسمى عصر صدر الإسلام ومن سنة أربعين وحتى سنة مئة واثنين وثلاثين يسمى بالعصر الأموي ينتهي العصر الأموي على يد بني العباس سنة مئة واثنين وثلاثين يأتينا عصر جديد هو العصر العباسي يمتد من مئة واثنين وثلاثين إلى متى سقطت الدولة العباسية؟ ستمية وستة وخمسين سقوط عاصمة الدولة العباسية بغداد على يد المغود هذا العصر العباسي تحديدا بعضهم من يقسمه على ثلاثة عصور وبعضهم من يقسمه على عصرين فمنهم من قال أنه من سنة مئة واثنين وثلاثين إلى سنة مئتين واثنين وثلاثين يسمى عصر عباسي أول ومن سنة مئتين واثنين وثلاثين إلى سنة ستمية وستة وخمسين يسمى العصر العباسي الثاني بعضهم قال من سنة 132 إلى سنة 232 يسمى عصر عباسي أول ثم من 232 إلى 334 يسمى عصر عباسي ثاني سيطرت بنو بويه على مقاليد الدولة العباسية ومن سنة 334 إلى 656 يسمى عصر عباسي ثالث ينتهي العصر العباسي وتسقط عاصمة الخلافة العباسية ونشهد ما يسمى بالعصور المتأخرة أو العصور المظلمة وتعرفون لماذا تسمى بالعصور المظلمة سميت لأنها نعم كأنه انطفأت الشعلة شعلة التطور والثقاثة والعصر الذهبي الذي شهدته بغداد أو شهده المجتمع العربي في ظل الدولة العباسية هذا كله انطفأ في العصور المظلمة هذه العصور التي قضت أو كادت أن تقضي على التراث العربي بشتى فروعه بما فيها الأدد الذي نحن بصدده وهكذا تستمر العصور المظلمة أو العصور المتأخرة يأتينا العصر النهضة أو العصر الحديث الآن وهو الذي يعنينا أكثر في هذا الجانب العصر الحديث أو عصر النهضة العربية لو نسأل سؤال متى بدأ يعني تاريخيا متى بدأ إذا نريد أن نؤرخ لعصر النهضة العربية نعم الحقيقة أننا إذا أردنا أن نؤرخ لعصر النهضة العربية فليس هناك يعني لا يمكن أن نحدد يعني طبيعة الأدب في كثير من القضايا يبتعد عن التحديد يبتعد عن التحديد ويقرب من الترجيح تخمين وجمال الأدب باختلاف الآراء تعدد الآراء لكن بشرط أننا نقدم الأدلة على الرأي الذي نتبنى فلعل من أبرز الآراء التي ذكرت في هذا الجانب قالوا أن حملة نابليون على مصر سنة 1798 هذا التاريخ يعني الاحتلال الفرنسي لمصر يمثل بذور أو جذور النهضة العربية الحديثة السبب السبب هو أن الاستعمار الفرنسي لمصر قد نقل كثير من مظاهر الحضارة والتطور ويعني إلى مصر فقام نابليون بجملة من الأمور يعني تحسب في هذا الجانب قامت المصانع أو المدارس المسارح ثم يعني يعمل على أو يأتي تأتي المطابع ثم الصحف إذن البذرة أو الجذر الأول في النهضة العربية الحديثة يأتينا من مصر متى في احتلال فرنسا لها سنة 1798 ما يحسب الآن في هذا الجانب أو من حسن حظ مصر في هذا الجانب أنها استمرت فيها الإصلاحات فيأتي أحد الحكام العثمانيين وهو محمد علي باشر وهذا معروف بجملة من الإصلاحات التي قام بها في مصر فعلى يد هذا الرجل تطورت شيئا فشيئا انطباعة وادخلت مطبعة بولاق أو يعني أقيمت مطبعة بولاق في مصر سنة 1828 ثم تتطور الصحافة فتأتينا جريدة الوقاع المصرية ما يحسب أيضا لمحمد علي باشا في هذا الجانب مسألة البعثات العلمية البعثات التي قام بها هذا الرجل قد انعكست إيجابيا في نهوة مصر ثم الوطن العربي بشكل عام هؤلاء الذين اختيروا كما تعرفون هؤلاء الذين اختيروا للبعثة هم امتلكوا مؤهلات مكنتهم من ماذا أن يصبحوا يعني امتلكوا مؤهلات وإلا كيف اختيروا من بين يعني عشرات أو مئات من دونهم فهؤلاء حينما اختيروا قد امتلكوا مؤهلات بنسبة عالية ولديهم رغبة في التطور ولديهم رغبة في تبادل الثقافات والكثير منهم يتقن اكثر من لغة فحينما ذهبوا الى اوروبا يعني بدرجة الاولى الى فرنسا وجدوا ادبا مغايرا اعجبوا به تذوقوه فبدأوا يترجمون فترجموا كثيرا من الاعمال الادبية الاوروبية وحينما عادوا عادت معهم هذه الترجمات الان هؤلاء عادوا اصحاب البعثات سنقلوا جوانب كثيرة من الثقافة الغربية استقبلهم المجتمع المصري والمجتمع المصري كان يشجع الثقافة مجتمع يحب ولديه رغبة في التطور القارئ كان موجود والقارئ يعني النموذج ايضا موجود في ذلك الحين فاصبحت موجة القراءة تتطور شيئا فشيئا الان اصبحت الكتب تتداول بين القراءة بشكل عام يعني كانت سابقا على محصورة يعني على طبقة معينة لكن بوجود المطابع سهلت امر اقتناء الكتاب فالقارئ الان لديه مؤهلات ولديه ملكة في التأليف فقرأ الكتب المترجمة اطلع على كتب عربية قديمة مصادر عربية قديمة اصبحت رغبة كبيرة لديه في التأليف فظهرت لدينا موجة من التأليف ايضا ففي ذلك الحين بفعل وجود المطابع وجود الصحاثة حرية يعني او كثرة الاراء تقرأ في الصحف كبار المثقفين كبار الادباء العلماء يكتبون في الصحف هذا كله ترك الاثر وجود الكتب المترجمة ظهرت بعدها الكتب المؤلفة كل ذلك ساهم في تطور المجتمع العربي المصري تحديدا اصبحت لدينا نهضة نسميها نهضة عربية حديثة لكن الان هذا الذي ذكر ليس في سنة او سنتين هذا احتاج الى مدة طويلة من الزمن ودليل ذلك ان الحملة بدأت سنة 1798 يعني نهاية القرن الثامن عشر هو مطلع القرن التاسع عشر لكن اذا اردنا ان نبحث عن ثمار ثمار النهضة اذا اردنا ان نبحث عن الادب الذي اثمرت عنه النهضة هذا متى ظهر؟ هذا ظهر منتصف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين يعني كأنه التطور شيئا فشيئا استمر في القرن التاسع عشر اتى اكله متى؟ في مطلع القرن العشرين هذا بالنسبة لمصر يعني شيء طبعا اذا ونحن بصدد الحديث عن النهضة العربية الحديثة فان مصر هي ابرز البيئات التي ظهرت فيها او يعني استجابت لمظاهر التطور اما البيئات الاخرى فلعل ابرزها الشام سوريا متمثلا بسوريا ولبنان ثم العراق يعني ثلاثة بيئات ثلاثة بيئات عربية شهدت النهضة اذا اتجهنا الى الشام سنجد ان التطور يعني لاسيما مسألة الطباعة يعني من سنة الف وسبعمائة افوان الف وثمانمائة وسبعة وخمسين ظهرت المطبع المارونية في الشام ثم تظهر الصحف وعندنا يعني الكبار كانوا ينشرون في الصحف امثال عبد الرحمن الكواكبي واذا انتقلنا الى العراق طبعا البعثات ايضا كانت موجودة في الشام اذا انتقلنا الى العراق سنجد العراق يستلهم هذه المظاهر ومن حسن حظ العراق يعني الشام انه وجد والي يدعى بمنحة باشة هذا ايضا عرف بجملة من الاصلاحات في هذه البلدان منها يعني التشجيع على الطباعة على الصحافة على البعثات فظهرت لدينا في العراق صحيفة الزوراء او نعم جريدة الزوراء سنة 1869 ثم توالت صحف كثيرة ثم المجلات مجلة لغة العرب مثلا للكرملي كان لها دور كبير في نهضة او يعني في اللغة والعدب وهكذا تماشى العراق ليمثل احد البيئات التي تأثرت بالنهضة العربية الحديثة في العصر الحديث الان لو اسأل نحن ندرس مادة الادب العربي الحديث والادب كما نعرف يقسم على قسمين رئيسيين أليس كذلك؟ هما الشعر والنثر وهو ما سنقف عنده ان شاء الله في هذه السنة الوقوف على الشعر الوقوف على أبرز التجاهات الشعرية في العصر الحديث ثم الوقوف على النثر باتجاهاته او بأجناسه الخطابة القصة الرواية المقالة وهكذا والوقوف على أعلام كما هو مقرر في المنهج قبل الدخول في هذا الأدب لو نسأل ما علاقة عصر النهضة الآن هذا التمهيد ما علاقته هذا جانب تاريخي الآن ذكرته جانب تاريخي ما علاقته بالأدب العربي الحديثة ما علاقة عصر النهضة العربية الحديثة بالأدب العربي الحديثة يعني كان من الممكن أتكلم مباشرة من دون هذا التمهيد عن عصر النهضة أو العصور التي سبقته كيف جاء هذا العصر أتكلم مباشرة عن الأدب العربي الحديث ندخل في الشعراء ونتناول يعني هل هناك علاقة هناك سبب يدعو إلى الوقوف على العصر الحديث ماذا ترون السبب نعرف نعرف برزت برزت مجموعة من الشعراء تطور الأدب لكن ما علاقة لماذا نتكلم الآن عن العصر الحديث قبل التكلم في الأدب الحديث ما السبب نعم ايه ذكرنا هذا الشيء مظاهر التطور في العصر الحديث ما علاقتها بالأدب نعم كل عصر لا أدب هذا العصر الحديث لازم إلى الأدب الحديث ايه جيد نعم جيد اخوان قضية قضية علاقة العصر بالأدب الآن كل أدب كل أدب ليس الأدب الحديث فحسب كل أدب هو ثمرة من ثمار العصر ونحن نعرف أو تتردد ددينا مقولة الأديب ابن بيئته أليس كذلك الأديب ابن بيئته أثمر لنا أدبا يختلف في كثير من جوانبه وله يعني شخصية بارزة يختلف بها عن الأدب أدب العصور السابق الأدب العباسي أو الأدب الأموي أو الإسلام إذا أردنا أن يعني ونحن ندرس الأدب العربي الحديث أول شيء نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أول شيء الوقوف على ظاهرة أدبية أو اتجاه أدبي مميز في هذا الجانب هو ما يسمى مدرسة الإحياء كأنه أول مظاهر أو الاتجاهات الأدبية في العصر الحديث ما يسمى بمدرسة الإحياء قلنا قبل قليل أن العصور المظلمة أو العصور المتأخرة قد ذوى فيها الأدب العربي وانطفأ نوره وأصبح في سبات طويل في عصر النهضة في عصر النهضة نلتقي بما يسمى بمدرسة الإحياء هذه المدرسة يعلها من أولى مظاهر النهضة والتطور أو من أولى مظاهر الأدب العربي الحديث مدرسة الإحياء الآن إذا عرضنا أن نقف ونقول ما المقصود بمدرسة الإحياء أول شيء ما المقصود بالمدرسة نقول مقصود بالمدرسة أو لماذا سميت هذه الجماعة من الشعراء بمدرسة ولماذا سموا نعم بالإحياء أول شيء سميت مدرسة لأنها حققت ثلاث معايير ثلاثة معايير المعيار الأول هو التأسيس والمعيار الثاني هو الاتباع والمعيار الثالث هو الشيوع فأما التأسيس فهناك شعراء اجتمعت أو نعم قدموا قدموا أو دعوا إلى خصائصه وميزات معينة جسدوها في أشعارهم هؤلاء الشعراء التقت قصائدهم فكونت تيارا جديدا في الأدب العرب الحديث سمي ب أدب الإحياء هؤلاء الشعراء انتموا إلى مجموعة من الخصائص الفنية التي دعوا إليها فمثلوها في أشعارهم ولعل أبرز شاعر على رأي أغلب الباحثين أبرز شاعر ينتمي إلى هذه المدرسة هو محمود سامي البارود هذا الشاعر المصري الذي عاش القرن التاسع عشر توفي مطلع القرن العشرين هذا سنقف على حياته فيما بعد بما يمتلكه من ثقافة عالية جمعت بين القديم وبين الحديث جمعت بين العربي وبين غير العربي كل هذه الأمور وظفها وهو يمتلك حسا نقديا كلها جسدها في قصائده فقدم لنا قصائد سمت بالشعر العربي حتى سميت يعني بقصائد قد أحيت الشعر العربي لاحظ الآن مصطلح الإحياء الذي سنقف عنده فهي مدرسة لماذا مدرسة؟ لأنها مثلت مجموعة من الشعراء ينتمون إلى أقطار عربية متعددة لكن جمعتهم جمعهم ماذا؟ جمعهم رؤى رؤى وخصائص فنية معينة اشتركوا فيها فقدموا نتاجا أدبيا شعريا متشابها إذن هو تأسيس ثم اتباع اتباع بمعنى أن هؤلاء سنوا هذه السنة في القصيدة العربية الحديثة فجاء من بعدهم شعراء من جيل من بعدهم من مختلف الأقطار وساروا على نهجهم إذن هم مؤسسون وحصلوا على ماذا؟ حصلوا على اتباع يعني جاء من يسير على خطاهم ثم شيوع ما معنى شيوع؟ معنى شيوع أنها شاعت وانتشرك هذه المدرسة في كل أرجاء الوطن العربي غطت كل يعني الحياة الأدبية العربية في العصر الحديث إذن هي مدرسة الآن الإحياء من مقصود به الإحياء المقصود به هو إحياء الشعر العربي إلى سابق عهده بعدما ذوى وتقطعت أوصاله إحياء الشعر العربي من رقدته الطويلة إحياء الشعر العربي إلى سابق عهده كما كان في العصر العباسي أو العصر الأموي يعني كما كان مزدهرا فكأن الشعر العربي قد مات بسبب العصور المظلمة وما ألقت عليه من رواسب فجاء هؤلاء الشعراء فنفذوا نعم هذا الشعر وأعادوا فيه الحياة فسموا يعني تسمية مجازية شعراء الإحياء هؤلاء الشعراء على رأسهم محمود سام البارودي ثم جاء من بعد يعني من بعده شعراء لا سيما من مصر والعراق عندنا مثلا أحمد شوقي عندنا مثلا حافظ إبراهيم إسماعيل صبري وغيرهم من الشعراء في مصر وعندنا في العراق ممن مثلوا هذه المدرسة شاعر علي الشرقي محمد رضا الشبيبي ومعروف عبد الغن الرصافي وجميع صدق الزهاوي ومحمد مهد الجواهري وعبد المحسن الكاظمي وغيرهم من الشعراء نعم في هذين البلدين وفي الأقطار العربية الأخرى كونوا ما يسمى أو انتموا إلى ما يسمى بتيار الإحياء هذا تيار الإحياء يسمى أيضا بالاتجاه الكلاسيكي أو الاتجاه التقليدي لماذا اتجاه تقليدي لماذا اتجاه كلاسيكي لأنه يقوم قبل كل شيء على بعث الشعر العربي من جديد يعني الشاعر أخوان الشاعر الذي ينتمي إلى هذه المدرسة شاعر تقليدي شاعر كلاسيكي المدرسة تسمى مدرسة الإحياء الشاعر الذي ينتمي إلى هذا الاتجاه هو مقلد قبل كل شيء مقلد لماذا مقلد لمثال ما هو هذا المثال أو النموذج هو الشعر العربي القديم لا سيما في العصر العباسي لا سيما عند شعراء يعني كبار المتنبي وأبي تمام والبحتري وأبو العلاء المعري الشريف الرضي لا يعدو هؤلاء الشعراء يعني فهو شعر نزعته الأولى أو الأساسية أنه تقليدي يقلد مثالا نعم من الشعر القديم لكن هذا التقليد لكن هذا التقليد ليس تقليدا من القدماء ولكن يعني بالأخيلة بالألفاظ ولكن هذا لا يعني أن شخصياتهم الحديثة قد ذابت تماما هذا لا يعني أنهم لم يضفوا على الشعر ماذا؟ مظاهر عصرهم مظاهر عصرهم بمعنى أنهم قدموا لنا قصيدة هي تقليدية يعني نزعتها الأولى تقليدية تحذو حدوى القدماء ولكن بصدغة جديدة تلاء مروح العصر هؤلاء الشعراء الواحد منهم قد تفقف ثقافة عالية الواحد منهم يعني قد تجده يتقن أكثر من لغة الواحد منهم اطلع على الأدب العربي القديم قرأ أمهات الكتب العربية حافظ دواوين شعراء حافظ القرآن وبالوقت نفسه اتجه إلى الأدب الغربي وتفقف به واطلع عليه بمعنى أنهم قد وصلوا إلى مراحل عالية نعم ثقافاتهم ماسعة إلى ما نقول أنهم قد امتلكوا ثقافة واسعة بمعنى أن الشاعر الواحد منهم يمتلك حسا نقديا بمعنى أن الشاعر الواحد منهم لا يعني يكتب وينقض ما يكتب هو يقوم شعره هو لديه هدف فيما يكتب ولذلك لم تذب شخصياتهم تماما في تقليدهم يعني كثير من الشعراء لا سيما في القرن التاسع عشر أو قبل القرن التاسع عشر كانوا مقلدين وذابت شخصياتهم تماما بسبب التقليد يعني كان تقليدهم تقليدا أعمى هؤلاء الشعراء شعراء مدرسة الإحياء قدموا قصائد قلدوا فيها القدماء ولكن لم نعم تذب شخصياتهم في قصائدهم ظهرت رعاهم ومزجوا عصرهم نعم مزجوا ما استجد في عصرهم قضايا المهمة التي رأى الشعر بأهميتها كلها قدمها في قصائده فكأن قصائدهم مزيجا مزيج من الشعر القديم والشعر الحديث لكن هو إلى الشعر القديم أقرب هؤلاء الشعراء من ضمن يعني قلنا الآن أن لديهم يمتلكون حسا نقديا على سبيل المثال شاعر أحمد شوقي له رأي في هذا الجانب يعني بوصفه ينتمي إلى هذا التيار ما معناه يقول أنني لست أنني لست ضد تيارات التجديد والتطور في الأدب ولكنني أكره الطفرة ولكنني أكره الطفرة ما معنى هذا معنى هذا أنه أنه ليس متمسكا تماما بالقديم ويرفض كل تطور وكل تجديد بالأدب وفي الحياة هذا يرفضه يعني كان يستقبل لديه يعني نسبة معينة من الانفتاح ولكن ماذا يقول لكنني أكره الطفرة بمعنى أنني أريد لا أحب أن أقفز قفزات هائلة قفزات لا تناسب العصر الحديث الأدب العربي الحديث أريد أن أطور أقدم قصائد أقدم أدبا فيه تطور ولكن بشكل معقول مناسب التطور بشكل يعني مناسب كما هم يرون سنجد أن هذه المدرسة فيما بعد كأنها فاتحة فاتحة لمدارس أخرى واتجاهات أخرى يعني جماعة الديوان جماعة أبالله وجماعة المهجر ثم فيما بعد ما درست الشعر الحر وهكذا يعني اتجاهات أدبية بارزة في هذا الجانب نطف عندها إن شاء الله في هذه في هذا الموسم الدراسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر